هم يتمسكون ليس لإبراهيم فقط وإنما يتمسكون لإسحاق وليعقوب ولذلك احنا بنكشف من الكلال العهد القديم هل ملك هؤلاء الأنبياء أرض فلسطين أو دانت لهم أرض فلسطين بالنسبة لسيدنا إسحاق عليه السلام يقولون إن الله وعده الأرض والنصب والأرض التي أعطيته أبيك إبراهيم لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد فأين هذه الأرض إلا أن تكون غارة المكفلية اللي هي القبر الذي دفن فيه نبي الله إبراهيم دول العهد القديم يتحدث عن إسحاق لم يتحدث أنه ملك أرضا في فلسطين بل يتحدث أنه كان من رعاية أبي مالك مالك الفلسطينيين على جرار وأن الفلسطينيين كانوا يحقدون عليه وأنه كلما حفر بئرا أردموها إلى أن يضطر أن يترك المكان كلية ويذهب إلى بئر سبا بهذا عن نبي الله إسحاق نبي الله يعقوب عليه السلام رغم النصوص التي تقول أن الله وعده الأرض مرة في رؤية منامية ومرة في كلام مباشر من الله إليه إلا أنه لم يملك نبي الله يعقوب عليه السلام أرض فلسطين بل ليس هناك حديث عن نبي الله يعقوب بعد أن ترك فلسطين وارتحل إلى مصر فلم يشعل له أن يستقر المقام بسيدنا يعقوب عليه السلام بل ارتحل إلى مصر في عصر الجفاف بعد أن سبب له أولاده كثيرا من العنة والشقاء إذا كان هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم يملكوا شبرا في أرض فلسطين فكيف يدعي اليهود أن الله وعدهم إياه فهل هؤلاء الأنبياء لم يكونوا أهلا لهذا العهد ولم يتحقق لهم العهد ثم يأتي المعاصرون من أمساب نتنياهو وغيره ليدعوا أنهم هم الوارسون لهذه الأرض